اشتركوا في القناة وقالت الاختفاء وانا كنت بالبنك قال لي ابوي ارسل يبغاني قلت له روح وارجع قال لي انا خايف ابوي يمسكني ويدربني او يسوي شيء واضافت قلت له ما رح يسوي شيء وراح اندبوه وبعدها اختفى انتظرت وتواصلت معه في الجوال من خلال الرسائل مرض واشارت الى ان والده كان يهدده قائلا ركان استلم اول شهر من النفقة والشهر التاني اختفى وابوه قال لولدي الاصغر خلي امك تسحب النفقة من بعدها ركان اختفى وتابعت انها زهبت الى منزل والده وسألته عن ابنها واغبرتها زوجته الثانية بانه طلع مع والده وزادت كنت اتواصل معاه على الواتس او بالاتصال وما كان يرد واخذت سنتين اضق على الجوال كل فترة وفترة ما كان في احد يرد وبعد ذلك ضع رقمه من هاتفي بسبب فرموضة واضافت ويتبقي قضيته وكان فيها غموط لاخر درجة وين ركان انا ما ادري بس اريد يعلموني هل هو حي ولا ميت واختتمت لا حي ولو ميت ولا مزجون يقولون ليه وقت الاختفاء ركان من اللي كان منوم في المستشفى هل هو ركان او غير ركان انا ما ادري والهنا نكون وصلنا الى نهاية خبرنا هدمتم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته